إلهام عبدالله تقول أنا حامل وفي الشهر الخامس نسأل الله لك ذرية طيبة ونويت الصيام وأنا الآن صايمة زوجي رافض الصيام نهائيا وآخر ما توصل إلي أنه أتاني بكأس من الماء لكي أشربها وإن لم أشربها أكون طالقا ولما أشربها حتى الآن لا حول ولا قوة إلا بلا هذا السؤال من الأمس فإذا أكملت صيامي فأل صيامي صحيح والق أو الطلاق مع العلم أن الأثان تبقى له ساعتان تقريبا الله لو رأيت بالأمس لا أجبت بالأمس أقول أولا أنت مأجورة على عملك بقول ربنا وأن تصوم خير لكم ثانيا أقول لزوجك اتق الله عز وجل ولا تفرض عليها ما لم يفرضه الله فإن النساء لسنا سوا فمن النساء من تكون حاملا أو مرضعا وهي صائم ولا يؤثر ذلك عليها ولا على جنينها ولا على طفلها ومن النساء من لا تستطيع فإذا كانت زوجك مطيقة للصيام مع حملها فحرام عليك إجبارها على الفطر لأن الصيام في رمضان أفضل من القضاء الأداء أفضل من القضاء والصيام في رمضان أفضل من الصيام في غير رمضان والصيام في رمضان أيسر من الصيام في غير رمضان فاتق الله في نفسك ولا تجبرها على الفطر فهذا الذي أوجهه للزوجين أما قضية الطلاق وقع أو ما وقع فهذه لا بد من سؤال الزوج عن نيته فيما قال